موسيقى التحليلية من الميادين طلاب الجامعات البريطانية عرضة للطرد والاعتداء ومساعي حكومية لحضرهم من التفاعل مع غزة موسيقى هل تنجح محاولات التخويف وحضر حرية التعبير في كم أفواه الأصوات المؤيدة لفلسطين؟ الدوريات العسكرية التركية الروسية المشتركة تعود لتسير مجددا في مناطق سيطرة قسد بعد عام ونصف العام على توقفها موسيقى ما خلفية عودة الدوريات المشتركة وإي رسائل ميدانية تحمل في ظل بوادر التقارب السوري التركي؟ وفي وثيقة اليوم 1228 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنين في آب أغسطس المنصرم يد المستوطنين تزداد طولا بحماية الجيش والشرطة هل هي الوصفة السريعة لانتفاضة الضفاء؟ وفي قضية اليوم عملية الخليل نتاج نوعي لتطور المقاومة في الضفة الغربية موسيقى كيف ارتقت الضفة إلى مستوى الساحة الرئيسة لتدفيع الاحتلال ثمن التدمير والعنصرية والاستيطان؟ أهلا بكم يواجه طلاب الجامعات البريطانية المتضامنين مع غزة قيودا صارمة فرضتها إدارة جامعاتهم بعد فصل بعض الطلاب لمناصرتهم فلسطين فضلا عن مقاضاتهم أمام المحاكم لتفكيك خيامهم التي نصبوها دعما لغزة كما تنوي الحكومة البريطانية إلغاء التشريع المتعلق بإجبار الجامعات الالتزام بحماية حرية التعبير حتى لا يتسنى للطلاب الاستمرار في المطالبة بقطع العلاقات الأكاديمية بإسرائيل تقرير مسسرور لا يكفي طلبة الجامعات البريطانية مواجهة إدارتهم التي أجبرتهم بأمر قضائي على تفكيك خيامهم التي نصبوها دعما لغزة وترضها بعض الطلاب بسبب مطالباتهم بسحب الاستثمارات من إسرائيل فهم يتعرضون أيضا لتهديد حكومي بمنعهم من حرية التعبير في حرم الجامعات حيث قررت وزيرة التعليم بريجيت فليبسون وقف التشريع المتعلق بحرية التعبير ملمحة أيضا إلى إمكانية إلغائه قرار الوزيرة البريطانية اعترض عليه أكثر من 500 أكاديمي بما رحب به مجلس أمناء اليهود في بريطانيا الجامعة والحكومة البريطانية تحاولان بشكل واضح وقف الدعم الطلابي لغزة وتخويفنا لأن طلاب الجامعات باتوا يدركون حقيقة الصراع في فلسطين أعتقد أن ما تحاول الحكومة فعله هو جزء من جهودها في السيطرة على الرواية التي سادت بشأن حقيقة إسرائيل فضلا عن محاولتها وقف هذه الأطر الجديدة المنظمة لم يبق من مخيمات الطلاب لنصرة غزة في لندن سوى هذا المخيم الذي أقامه طلاب جامعة ساوس بعدما أبعد عن حرم الجامعة بالقوة فانتقلوا إلى أقرب نقطة تبعد عشرات الأمتار عن جامعتهم حيث يبيتون على الرصيف بهدف فتح ممارسات إسرائيل والضغط على إدارة الجامعة لسحب استثماراتها المقدرة بأكثر من ستة ملايين جنيه إسرليني في الشركات المصنعة للأسلحة كما يقولون لقد تعرض مخيمنا لاعتداء من الصهاينة وقد قامت الشرطة باعتقال سبعة طلاب من الجامعة وأطلقت فيما بعد سراح المعتدين الصهاينة من دون أن يواجهوا أي أجراءات فيما سيمثل الطلاب أمام المحكمة في شهر أيلول ومع انطلاق العام الدراسي الجديد أطلقت نحو 15 مجموعة من الطلاب ما يسمى اتحاد الطلاب من أجل تحرير فلسطين بهدف تفكيك ما وصفوه بالتواطئ المؤسسي للجامعات مع الإبادة المستمرة في غزة ومقاومة قمع النشاط الطالبي وتطوير النشاط المؤيد لفلسطين في الجامعات وبناء علاقات مع حركات التضامن الفلسطينية في بريطانيا والعالم تتزايد التساؤلات بشأن سلوك حكومة كيرستارمر تجاه إسرائيل فحرية التعبير في أرقى جامعات العالم قد تصبح محظورة بهدف قمع الكادر الأكاديمي من تأييد الفلسطينيين في مسألة تقرير مصيرهم وفضحهم لممارسات الاحتلال ومطالبتهم بتفكيك دولة الفصل العنصري في إسرائيل مستسرور لندن الميادين ومن لندن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في بريطانيا موسى سرور أهلا بك موسى إذن تابعنا سويا التقرير الذي قمت بإعداده منه هنا يمكن أن نسأل كيف يمكن أن نقيم واقع الحريات حاليا في بريطانيا ولماذا يتم التضييق على الطلاب نعم في الواقع مسألة الحريات بشكل عام في المملكة المتحدة بدأت في حالة تراجع وهذا لاحظناه منذ وصول حكومة المحافظين أي منذ 14 عاما بعد وصولهم إلى السلطة ويبدو أن هذا التراجع وهذه السياسة المعتمدة في استهداف جميع فيما يتعلق بالحريات لسيما حرية التعبير يبدو أنها مستمرة مع حكومة العمال هناك تشريع من المقرر كان أن يدخل حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس العام الحالي لكن وزيرة التعليم قررت وضعه جانبا وربما إلغاؤه كما لمحات وهذا التشريع كان يضمن أو يحاول أن يصون حرية التعبير داخل الجامعات بل أن هذا التشريع يغرم كل من ينتهك حرية التعبير لكن هذه الوزيرة ربما لاعتبارات كثيرة وكما يقول المراقبون لاعتبار أن ما يقوم به الطلاب وما قامت به مخيمات الاعتصام الطلابي في أكثر من 35 جامعة في المملكة المتحدة هذا دفعها إلى أن تتريث في إصدار هذا التشريع أو الموافقة على إصدار هذا التشريع لأنه يمنح الطلاب الاستمرار في اعتصامهم هناك نوع من المعركة هناك معركة جدية ما بين الطلاب الطلاب المؤيدين والمناصرين لفلسطين وبين إدارة الجامعة هؤلاء الطلاب يطالبون بسحب الاستثمارات وكانوا قد فضحوا إدارات الجامعات بشأن استثماراتهم الكبيرة في مصانع الأسلحة والتي اتهموها بأن هذه الأموال التي تستفيد منها هذه الجامعات متورطة في قتل الفلسطينيين والتضييق على الطلاب جاء بسبب كشف هؤلاء الطلاب لهذه الممارسات ممارسات الأكاديمية هذه السمعة الكبيرة للجامعات بأنها جامعات تقدم التعليم الراقي لكنها في ذات الوقت هي ترتكب وشريكة كما يقول الطلاب في قتل الفلسطينيين في غزة إلى مراسل الميدين في حلب رضا الباشا أهلا بك رضا مشهد منع طلاب الجامعات البريطانية من التضامن مع غزة كان قد سبقه أيضا فيما يخص بريطانيا مشهد التعامل مع الأزمة السورية كيف يمكن أن نلخص أبرز هذه المحطات؟ نعم ألا فعلا مشهد تعامل بريطانيا والغرب بشكل عام مع الأزمة السورية كان مشهد يمكن أن نقول بأنه قمع لوجهة النظر الأخرى وعدم السماح لوجهة النظر الأخرى أن تتضح للعالم وأن يسمعها العالم وكانت التركيز بشكل كبير جدا على الرواية التي يريدها الغرب وتريدها بريطانيا نلاحظ حتى الرواية التي أردتها بريطانيا أن تصدرها لما يعرف هنا بالخوذ البيضاء أو ما سموه بالدفاع المدني هذه الرواية صدرتها بريطانيا ومنعت أن تظهر صورة أخرى إلى أن بدأت تتكشف حقائق متعددة عن تورط هذه المنظمة التي أسستها أو تورطت بريطانيا في تأسيسها سواء في شمال سوريا أو حتى في جنوب سوريا كشفت أوراق عديدة تثبت تورط بريطانيا في هذا الأمر وعلى الرغم من ذلك لاحظنا بأن بريطانيا دفعت وسائل الإعلام وكبرى شركات الإعلام البريطانية من أجل تلميع صورة هذه المنظمة وعدم السماح لتشويه أو كشف حقائق هذه المنظمة سواء من التعامل مع إسرائيل إلى التعامل مع جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام ما تسمى هيئة تحرير الشام حاليا التعامل مع فصائل مسلحة مصنفة إرهابيا ودعمها إضافة إلى تواجد مقارات مشتركة بين فصائل مصنفة إرهابيا وهذه المنظمة هذا المشر أيضا في مراحل لاحقة عندما دخل بعض الصحفين البريطانيين إلى حلب وتحديدا هذه المدينة التي أنا أعمل فيها وكنت شاهدا على كثير من المجريات لاحظنا بعض الصحفين البريطانيين عندما دخلوا إلى هذه المدينة وأرادوا إعداد تقارير وبعض الأفلام الوثائقية أعدت الأفلام الوثائقية من وجهة نظر واحدة واللافت بأن بعض الأفلام الوثائقية التي نشرت عن حلب تحديدا كانت تأخذ فقط بوجهة نظر الجماعات المسلحة علما بأن المراسل ومعدل فيلم الوثائقي كان يتواجد في مناطق تسيطر عليها الدولة السورية ولكن كان يبعد رأي الدولة السورية أو أنصار الدولة السورية ودعيني أقول بأنه يبعد رأي السوريين عن ما يجري في هذه المنطقة ولا يسمع إلى موجة نظر واحدة هي سياسة واحدة تسعف دائما لتعويم المصالح السياسية لبريطانيا وتعويم المصالح السياسية للغرب بالسماع للرأي الذي تستثيغه هذه الحكومات وتفضل هذه الحكومات بأن يصل إلى الرأي العام وإلى جماهير وإلى الشعوب في هذه الدول بالعودة إليك موسى سرور ما أبرز ما حققه اعتصام الطلاب في حرم الجامعات في بريطانيا دعما لغزة نعم هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها هذه الاعتصامات داخل أكثر من 35 جامعة مرموقة منها جامعة أوكسفورد وكامبرج والأسي وساوس وغيرها من الجامعات المعروفة في العالم وليس هنا في المملكة المتحدة منها على سبيل المثال هو كشف حجم التورط المالي والسياسي لهذه الجامعات لإدارة هذه الجامعات مع إسرائيل ومع شركات المصنعة للأسلحة هذا الأمر هام جدا يعني الطلاب لم يقوموا بذلك مجرد إطلاق التفات بل أنهم قاموا بدراسة وفندوا في تقارير لهم أعدوها لسيما جامعة الأسي فندوا هذه العلاقة المتينة ما بين هذه الجامعة وغيرها من الجامعات مع مصانع الأسلحة في إسرائيل وفي غيرها من الدول التي تستخدمها إسرائيل في قتل الفلسطينيين المسألة الثانية وهي ذات أهمية هو حالة الوعي التي نشرها الطلاب في حرام الجامعة وفي مختلف أنحاء المملكة المتحدة وربما في العالم هناك بحسب الإحصاءات والاستطلاعات الرأي بأن أكثر من ثلث البريطانيين يعتبرون على سبيل المثال بأن ما حجر في 7 أكتوبر هو عمل مقاوم وأن ذالبية الشباب ما بين 18 و24 لا يؤمنون بدرورة وجود إسرائيل وهذا بسبب هذه الحالة حالة الوعي التي نشرها الطلاب من خلال اعتصامه والمسألة الهامة أنهم استطاعوا بالرغم من الإجراءات القضائية ولجوء إدارة الجامعات إلى القضاء لتفكيق خيامهم استطاعوا أن يفرضوا بعضهم على جامعات بسحب الاستثمارات لسيما جامعة سوانزي في ويلز التي قررت سحب الاستثمار ببنك باركس وهو هذا البنك متورط في تمويل إسرائيل جامعة كامريج أيضا وعدت بأنها ستعيد النظر في مسألة الاستثمارات في مصانع الأسلحة وهناك الكثير أيضا من الإنجازات التي حققها الطلاب في ظل تصاعد الهجمات التركية على قيادات قصد في مناطق شمال شرق سوريا تعود الدوريات العسكرية الروسية التركية المشتركة لتنفذ جولاتها على طول الحدود بين تركيا وسوريا بعد توقف هذه الدوريات أكثر من سنة ونصف فأي رسائل تحمل عودة هذه الدوريات وكيف ستتعامل معها قصد تقرير رضا الفاشا تتصدر المشهد من جديد دوريات عسكرية روسية تركية تشوق طريقها أقصى شمال وشمال شرق سوريا من عين العرب كوباني الخاضع لسيطرة مسلحي قصد تعود الدوريات العسكرية المشتركة بعد توقفها لأكثر من عام ونصف العام مع ترويح قصد بتصعيد عسكري وتفجير المنطقة في ظل تصاعد الهجمات التركية ضدها تشكل عودة الدوريات الروسية التركية المشتركة رسائل تقول وزارة الدفاع في أنقرة إنها تسير دورياتها في منطقة يجب أن تكون خالية من مسلحي قصد بحسب اتفاقيات مع موسكو وواشنطن يحدث ذلك في ظل أيضا التوتر بين دمشق وقصد والقوات الأمريكية الداعمة لقصد في مناطق خط الفرات ومنطقة الجزيرة السورية أيضا هذه الدوريات المشتركة هي مؤشر على أن هناك أمر يحدث بين دمشق وأنقرة فيما يتعلق بالمزيد من التنسيق الأمر الذي قد تفهم قصد بأنه رسالة سلبية موجهة عودة نشاط الدوريات الروسية التركية قابلتها قصد بتحريك السكان ضد سير المدرعات في مناطق قريبة من قراءهم محاولة قطع الطريق على المدرعات تارة ورشقها بالحجارة تارة أخرى رسائل يراد لها أن تصل إلى موسكو وواشنطن بأن لقصد القدرة على خلق حالة عدم استقرار في المنطقة لمواجهة أنقرة وكما نتين ونستنقر أيضا عمالة الدورة الروسية وتعاملها مع الاحتلال التركي ونحن كحاركة الشميفة السورية في وقتنا هذا نواجه كلمة لدولة الاحتلال التركي وكل داعمها أننا كشميفة القادة عطلة أو جلال سوف نستمر في نضالها حتى آخر رمق عودة الدوريات العسكرية المشتركة الروسية التركية تحمل في طياتها عودة كل من أنقرة وموسكو إلى تطبيق مبدئي لاتفاق سوتي المتفق عليه قبل أربع سنوات في أجواء بوادر التفاهمات السورية التركية تبدو كل من أنقرة وموسكو أكثر عزما للعودة إلى قواعد اتفاقيات خطت قبل أربع سنوات وتحمل في طياتها بوادر لتذليل العقبات أمام مساعد تقارب بين سوريا وجارتها الكبرى في الشمال رضا الباشا حلب الميادين ونسأل رضا الباشا كيف يمكن أن نقرأ عودة تسيير دوريات روسية تركية شمال وشمال شرق سوريا في ظل التصعيد القائم وتلويح قصد بأنها يمكن أن تفجر المنطقة مع استهداف تركيا المتكرر لقادتها نعم لكي نفهم عودة هذه الدوريات لا بد أن نفهم المنطلق الذي انطلقت منه في تشرين الثاني عام 2019 أي بعد إطلاق تركيا ما سمي حينها بعملية نبع السلام هذا الاتفاق الذي سمي باتفاق سوتشي أقر بأن تكون هناك دوريات مشتركة روسية تركية تسير على طول الحدود بين سوريا وتركيا على كامل الحدود الشمالية وتبدأ من إدلب وتنتهي عند عين دوار في المثلث الحدودي مع العراق وتركيا وسوريا هذه الدوريات تكون على عمق 20 إلى 30 كيلو مترا بحسب المناطق المتفق عليها بين الجانبين والهدف منها بطبيعة الحال كان بالاتفاق بين الرئيساء في سوتشي كان يقول الهدف هو إبعاد كل الجماعات المصنفة إرهابية والجماعات الإرهابية عن الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا وصارت حينها العملية العسكرية لكنها توقفت في نهاية عام 2022 عندما بدأت تركيا تلوح بأنها ستقوم بعملية عسكرية واسعة تستهدف كامل الحدود السورية التركية أي في أوج التوتر بين سوريا وتركيا حينها الجيش السوري استخدمت عزيزات عسكرية ووضعها في مقابل القوات التركية والمناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في الشمال السوري أي توقف الدوريات العسكرية المشتركة كان في أوج التوتر السوري التركي إضافة إلى التوتر الروسي التركي نتيجة للواقع في سوريا اليوم في ظلب وادر تتحدث بشكل واضح وصريح وقرأناها في أكثر من موقف سواء للمسؤولين الأتراك أو حتى الرئيس السوري بشار الأسد تحت قبة البرلمان يوشي بأن هناك حالة من الأقل مبادئ أساسية يمكن أن يتفق عليها البلدان فيما يتعلق في أي اتفاق أو تفاهمات يمكن أن تكون بينهما هذه الحالة من التنسيق أو شبه التنسيق أيضا بدأت تنعكس على هذه الدوريات الروسية التركية بطبيعة الحال الاتفاق ينصب أن الذي يتواجد مسلح وقصد على طول الحدود السورية التركية بعمق 20 كم وأن تسيير هذه الدوريات بعمق 10 كم وعودة تسيير هذه الدوريات لربما تتجه الأمور إلى تعكس حجم التفاهمات أو التوجه إلى تفاهمات سوريا تركيا من جهة إضافة إلى حجم التفاهم والتنسيق بين روسيا وإيران وتركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية من جهة أخرى موسى سرور كيف تنظر بريطانيا إلى حل الأزمة السورية؟ نعم بريطانيا لعبت دورا كبيرا ورئيسيا في إسقاط النظام منذ بداية الحرب السورية كما ذكر الزميل كان لها دور سيء في تدمير سوريا في دمار سوريا سواء من خلال دعمها العسكري وتواصلها مع جماعات مصنفة في خانة الجماعات الإرهابية النصرة سابقا وغيرها من الجماعات التي كانت تدعمها وأيضا قدمت الدعم السياسي للمعارضة السورية سواء في مجلس الأمن الدولي أو في مختلف المحافل الدولية والدعم المالي الحكومة البريطانية اعترفت بأنها أنفقت حتى الآن كما يقول المسؤولون حوالي أربعة مليارات دولار هذا كما تصنفه أو كما تقول وتؤكد أنه مساعدات إنسانية ورغم أن هناك الكثير من التقارير بأن بريطانيا قدمت أكثر من ذلك من أموال وقدمت أكثر من ذلك فيما يتعلق بالدعم العسكري وغيرها لكن بعد أن فشلت بريطانيا في إسقاط النظام في سوريا لجأت إلى حالة الجهود السياسية والجهود الدبلوماسية لربما لوضع قيود وفرض قيود على الحكومة السورية هي دائما تردد أنها تريد تسوية أو تريد حل الأزمة السورية من خلال تسوية سياسية شاملة تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وهي تتهم في كثير من الأحيان وفي أكثر الأحيان نعم موسى تتهم الحكومة السورية والدولة السورية بأنها هي المعرقل للوصول إلى الحال الذي كما تقول بأن في الوصول إلى عملية سياسية تشرف عليها ألوما المتحدة وتحديدا ما جاء في قرار 2254 الذي ينص على ضرورة وجود حكومة انتقالية وإجراء تعديلات دستورية بالعودة إليك رضا الباشا شرحت لنا خلفيات الموضوع ماذا عن الميدان أين تتركز هذه الدوريات وما الهدف الفعلي منها فعليا الدوريات تتركز على كامل الحدود السورية التركية يمكن أن نقول بأنها تبدأ من إدلب وشمال إدلب وصلنا إلى ريف اللاذقية الشمالي بعمق 30 كم وهي مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة مصنفة إرهابيا دوليا نحن نتحدث هنا عن هيئة تحرير الشام الحزب الإسلامي التركستاني أنصار التركستان إضافة إلى الفصائل الشيشانية وأزبكية وغيرها من الفصائل المسلحة المصنفة إرهابيا وهي ما تعرف بشمال غرب سوريا طبعا كان هناك محاولة لتسيير هذه الدوريات العسكرية ولكن تم مواجهتها بقوة السلاح من قبل هذه الفصائل المسلحة وأعتقد في ظل الأجواء الحالية الإيجابية التي يمكن أن نقول بأنها أجواء تفاهمية بين روسيا وتركيا وأجواء بوادر تفاهم أيضا أو على الأقل على مبادئ التفاهم بين سوريا وتركيا أعتقد بأن هذه المعارضة التي منعت هذه الدوريات من السير على طريق الإنفور وصولا إلى اللاذقية هذه ستواجه بقوة السلاح وسيكون هناك اتفاق من أجل القضاء على هذه الجماعات المسلحة عسكريا بالتعاون لربما مع تركيا بحدها الأدنى وإضافة إلى إعطاء الضوء الأخطر للجيش السوري من أجل بدأ عملية عسكرية في هذه المنطقة الجهة الثانية هي المناطق التي يسيطر عليها مسلح وقصد ولكن اللافت بأن المكان الوحيد الذي استثني من هذه الدوريات هي مدينة القامشلي التي تقع على الحدود بين سوريا وتركيا لماذا مدينة القامش؟ لربما لأن السبب الرئيسي هو تواجد نقاط للدولة السورية ومربعات أمنية للدولة السورية داخل مدينة القامش لهذا الأمر لربما هو الذي منع أن تسير هذه الدوريات أما في باقي المناطق التي يتواجد فيها مسلح وقصد فتسير هذه الدوريات العسكرية وهي لربما يمكن أن نقول بأنها تخط مستقبل أي عمل عسكر يمكن أن يكون أو أي عملية إبعاد لقصد عن الحدود السورية التركية هذه الدوريات يتخط الخطة الأولية لها بعمق 10 كم على أن تصل إلى 30 كم سواء كان بعملية عسكرية من قبل تركيا أو كان هناك عملية دفع لمسلحي قصد نتيجة لتفاهمات سياسية وأن تكون الدولة السورية التي تنتشر في هذه المنطقة بشكل كامل رضا الباشا من حلب وموسى سرور من لندن شكرا جزيلا لكم والآن مشاهدين إلى فقرة وثيقة اليوم كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستطان الوزير مؤيد شعبان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1228 اعتداء كلال شهر آب الماضي في مختلف مناطق الضفة وأوضح شعبان أن جيش الاحتلال وحده نفذ 1024 اعتداء فيما نفذ المستوطنون باقي الاعتداءات بحسب شعبان تركز مجمل الاعتداءات في محافظة القدس ب204 اعتداءات وفي محافظة رامالة ب137 اعتداء وفي محافظة نابلوس ب135 اعتداء وأشار شعبان إلى أن المستوطنين أنشأوا منذ مطلع آب أغسطس الماضي ثماني بؤر استيطانية جديدة غلب عليها طابع الزيارعي الرعوي في محافظة بيت لحم ونابلوس وسلفيت وطولكرم وأكد أن سلطات الاحتلال استولت في آب أغسطس على 367 دنما من أراضي المواطنين وذلك بأوامر عسكرية وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت 62 عملية هدم طالت منشآت متنوعة ومنازل مأهولة وغير مأهولة حول ذلك نسأل محلل الميدين لشؤون فلسطينية عبد الرحمن نصار أهلا بك عبد الرحمن لماذا تمثل اعتداءات المستوطنين سيفا ذا حدين على إسرائيل تحية لك طيبة وتحية أيضا للمشاهدين أولا بالنسبة إلى الأرقام المذكرة عن شهر آب أغسطس الماضي نلاحظ أن 16% من مجمل الاعتداءات هي للمستوطنين يعني لا تزال اليد العليا هي للجيش أحيانا تزداد هذه النسبة إلى 20 أو 25% أما لماذا تمثل سيفا ذا حدين فلأن المستوطنين من جهة لا يمكن السيطرة عليهم دائما صحيح أنهم عادة يتحركون بحماية من الجيش أو قوات حرص الحدود التابعة للشرطة لوزارة من جبير وزارة الأمن القومي ولكن أحيانا يبادرون إلى تصرفات تكون خارج حسابات الجيش يعني قد تشكل مفاجعات لكن السبب على المدى الاستراتيجي ربما هذا على المدى التكتيكي ولكن على المدى الاستراتيجي المشكلة بالنسبة إلى الجيش أنه عندما ينفذ عملية عسكرية يفترض أنه سيكون في مواجهة مقاومين لكن المستوطنون عادة لا يواجههم المقاومين فقط بل يمكن أن يفجر حراكهم المتزايد واعتداءاتهم انتفاضة حقيقية يعني الجيش في النهاية قد لأن يتخذ أي قرار بأي عملية كانت صغيرة أو واسعة يعرف ما هي الحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية كي لا يفجر الضفة ولكن المستوطنون لا يعملون بهذه الحسابات يعني تكفي أن تحدث مجزرة واحدة على يد المستوطنين لتتفجر الضفة كمثال وليس بالضرورة ولهذا يجد الفلسطينيون أنفسهم أيضا في مكان ما يستطيعون التصدي للمستوطنين وبالعكس بعض العمليات التي حدثت دائما تستهدف كانت أو جزء كبير منها يستهدف المستوطنين وليس الجيش والشرطة بالضرورة وهذا الاشتباك المباشر هو تحديدا ما يتخاف منه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية باعتبار أنه جمهور مقابل جمهور وإن كان جمهور المستوطنين لا شك أنه يختلف عن الجمهور الفلسطيني بأولا بأنه معتدن ثانيا بأنه مسلح وثالثا بأنه محمي بجيش ولكن انفلات الأمور يمكن أن يوصل إلى فعلا إلى وصفة سريعة لانتفاضة كبيرة ولهذا نجد أنه لا يزال الجيش يحاول أن يحافظ أن تكون يده هو هي العليا وحتى عندما يحرك المستوطنين يكون هو المشرف تقريبا نادر أن يكون هناك اعتداء للمستوطنين لا يمر بدون تغطية وحراسة وتنصيق مع الجيش الإسرائيلي تفضل بالبقاء معنا عبد الرحمن مشاهدين أفاصل نحلل بعده قضية اليوم من جديد أهلا بكم عملية الخليل نتاج نوعي لتطور المقاومة في الضفات الغربية في ظل التغول العقيدة التدميرية الإسرائيلية المقاومة الفلسطينية تمتد وتتمدد بأشكال متعددة ومتنوعة رغم هستيرية التدمير التي تمارسها قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة ففي كل يوم ترتقي عمليات المقاومة في الضفات الغربية رغم حملات الجيش الإسرائيلي ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحدي لم تشهد مثيلا له منذ الانتفاضة الثانية وانعكاس ذلك على بقية الجبهات تقرير هيثم عباني صباح قاس ويوم تراجيدي بهذه العبارة ومثيلاتها وصف الإعلام الإسرائيلي مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية في عملية فدائية نفذها مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية النتائج القاسية للعملية لم تكن الأمر الوحيد الذي أشعل الأضواء الإسرائيلية بل هو السياق والدلالات ضمن سلسلة من العمليات النوعية وفي ذروة عدوان عسكري إسرائيلي هذا أكثر من ارتقاء درجة هذا هجوم لم نرى مثيلا له منذ سنوات طويلة لكنه لم يأتي من فراغ ففي الفترة الأخيرة نرى ارتفاعا حادا في هجمات العبوات الناسفة وفي الأسبوع الأخيرة برز الأمر كثيرا وما برز أيضا هو كمية العبوات التي كان يفترض أن تنتهي بإيقاع عدد كبير من المصابين الاتجاهات التصاعدية الكمية والنوعية التي يرسمها الخط البياني لعمليات فصائل المقاومة في الضفة الغربية دفعت معلقين وخبراء إلى التحذير من تداعيات انفجار انتفاضة شاملة ستترك انعكاساتها على بقية الجبهات الساخنة في الضفة الغربية تعمل 23 كتيبة وهو ضعف ما يعمل في غزة والجيش أيضا أوقف جزء من عمليات التأهيل ونقل قوات إلى الضفة الغربية ويجب أن نذكر بأن هذا قد يأتي على حساب التحديث الذي يريدون القيام به في المؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى على حساب أهداف الحرب أي نقل قوات إلى الشمال لمعالجة الأمر هناك تطورات أساليب العمل لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وإدخال أسلحة أكثر فتكا لم يترك مجالا للشك لدى خبراء ومعلقين بأن الانفجار المتوقع في الضفة سيجعل إسرائيل وجيشها يترحمان على أيام انتفاضة الحجارة والبنادق وأن الأمر لن يطول حتى ينجح الفلسطينيون في تنفيذ عمليات مدوية نبدأ معك عبد الرحمن نصار هل يمكن القول أن الخليل عادت إلى العمل النوعي بقوة وهل استيقظ ما يسمونه في أجهزة الأمن الأسد النائم ربما من المبكر التنبؤ بهذه النتيجة ولكن حدوث ثلاث عمليات في فارق يومين وأن تكون عمليات نوعية وأن يكون أحد منفذي هذه العمليات من حرس الرئاسة ليس واضحا إذا كان سابقا أو حاليا كلها مهشرات خطيرة بالنسبة للإحتلال الإسرائيلي أولا الخليل هي كتلة اقتصادية كبيرة في الضفة ثانيا هي كتلة سكانية الأكبر في الضفة تقريبا من 30 إلى 40% من سكان الضفة متركزون في محافظة الخليل ورابعا هناك احتكاك مع كتلة استيطانية كبيرة وتوجد عوامل أخرى تجعل انفجار الانتفاضة تحديدا من الخليل خطيرا جدا بالنسبة إلى إسرائيل ولذلك هي حاولت على مدار السنوات الماضية السيطرة على الخليل بوسائل متعددة حتى أنها عقدت اتفاقات مع تجار في المدينة من أجل التهدئة يعني تجاوزت السلطة في هذا الأمر فضلا عن إغراقها بالسلاح والمخدرات والجريمة وتركها عرضة للفلتان الأمني حتى السلطة الفلسطينية ساهمت نوعا ما في هذه الصورة ولذلك ما يحدث الآن أن يأتي سريعا بالتزام مع عملية الإسرائيلية الموسعة في شمالية الضفة الرد من جنوبية الضفة هذا مؤشر ربما لأول مرة يتصادف ويحدث الضفة عادة كانت تتأخر العمليات وهذا يدل أيضا على نشاط لخلايا المقاومة فضلا عن أن هناك بيان تبنن من حركة فتح أيضا للعملياتين التي حدستها قبل العملية اليوم وهذا مؤشر إضافي أن من يتحرك ليس بالضرورة حماس أو الجهاد الإسلامي كل هذا ربما يجعل الإسرائيليين في مكان ما يتوقفون وتوجد أسباب أخرى لها علاقة أيضا بجاهزية الجيش الإسرائيلي إلى محلل المايدين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود أهلا بك نزار كيف تنظر واشنطن إلى ما يجري في الضفة الغربية من ممارسات الاحتلال ومستوطنيها الإرهابية ومن تصاعد للمقاومة مساء الخير لا شك طبعا أن الولايات المتحدة قلقة جدا من هذا الموضوع وإن كانوا لا يعبرون عنه لكنهم يعلمون على أن هناك معركة إقليمية تتم وهذه تتخذ أشكال وعدة جبهات وبالتالي الولايات المتحدة تنظر على أن أي تحريك لانتفاضة في الضفة الغربية أو مقاومة في الضفة الغربية من شأنه إضعاف إسرائيل التي هي ضعيفة فعليا بسبب الجبهات العديدة وبسبب ضعف قدرتها على احتواء ما حصل الولايات المتحدة تريد إنهاء حماس كما تقول لكن في الحقيقة هي تعلم أنها لا تستطيع ذلك ولاحظنا طبعا اليوم إذا نظرنا إلى الصحف الأمريكية على صفحة نيويورك تايمز وورل سيت جورنل وواشنطن بوست جميعها وضعت صور القتلى من المحتجزين الإسرائيليين على الصفحة الأولى واتهمت حماس بهم ولم تتهم ولم تحقق أو تتثبت أن حماس فعلا قتلتهم أم أن الاحتلال هو الذي قتلهم بفعل القصف لا شك أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل تماما وهي تخشى على إسرائيل من طيش المستوطنين ومن طيش قادتها من طيش نتانيةو لكن في نهاية ولمطاف الولايات المتحدة تمضي وراء نتانيةو إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى المنطقة والولايات المتحدة لا تسيطر أبدا على ما يجري باستثناء أنها تقدم السلاح تقدم الدعم المادي تقدم الذخيرة وفي المقابل ليس لها قول على ما يجري وتهيطة تورط تدريجيا في المنطقة وتظهر عجزها ما يحصل في البحر الأحمر يثبت على أن الولايات المتحدة لا تستطيع حسم الأمور وإرسال الحاملات الطائرات وغيرها لم يردع محور المقاومة عن الانتقام كما حصل في حادثة الأربعين في هجوم الأربعين إلى محلل الميدين لشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين أهلا بك قاسم أي دلالة لاشتعال المقاومة في الضفة الغربية من أقصى الشمال إلى أقصى الشنوب مصر الخير زميلة العزيزة وإلك كل الزملاء ومشاهدين الميدين الأكارم عمليا الانتقال أوضح زميلنا العزيز بأن أهمية الخليل وأهمية العمليات لكن انتقال العمليات المقاومة من الشمال إلى الجنوب له رمزية على مستويين أولا إذا أردنا الاختصار المستوى الأول هو أن الخليل ومحيطها هي منطقة جبلية وهذه المنطقة الجبلية هذا ما يكشف أنه حتى الآن لم يتم ملاحقة الفدائيين الذين قاموا بالعملية والاستهداف كان مقصودا استهداف شرطة وحرص الحدود وهذا له دلالة كبرى هو بحد ذاته دليل على ارتقاء العمليات الهادفة والمخططة التي تستند على دراسة فعلية وعمليات أمنية ملاحقة لم تأتي بسياق ما شهدناه في عمليات المقاومة في المخيمات عدى جنين تولكرم أو مخيم الفارعة أو غيرها هي نوعية هي مقاومة متخصصة تخوض عمل مقاوم بشكل متخصص في منطقة جبلية وهذا له دلالة وتأثيرات لا ندري بالضبط مآلات هذه العملية إلى أين وهل ستتكرر هل المقاومون سيكررون العملية هم أنفسهم أم هناك وحدة المسألة الأخرى هي اشتراك فصائل جديدة فصائل كانت حتى الآن إلى حد ما مبعدة أو لا تشترك في المقاومة لا في غزة ولا في الضفة الغربية بالعودة إليك عبد الرحمن النصار وبقياس عدد القوات الإسرائيلية هل يمكن للاحتلال شن عملية كبرى حاليا جنوبي الضفة وفي وسطها حسب الإحصاءات الإسرائيلية آخر إحصاءات تقريبا هناك 23 كتيبة تعمل في الضفة المحتلة وست كتائب من ثلاثة ألوية مختلفة تعمل في غزة يعني بقرابة الفرقة في الضفة وقرابة ربع فرقة أو أقل في غزة والباقي موزعون بين الراحة وبين الجبهة الشمالية ولذلك بقياس ما هو موجود مفترض أن عملية واسعة في شمالية الضفة وحدها تحتاج إلى فرقتين ذلك ببساطة يمكن القول أولا على صعيد الأرقام لا الجيش الإسرائيلي غير قادر على تنفيذ عمليات متزامنة في الضفة هو يحاول الإحاء نفسيا أنه قادر ولديه قوات كافية لهذا الأمر ثانيا على صعيد النوعية إذا رأينا بعض الذين أعلن عنهم هكذا عرفنا تفاصيلهم من مصابين أو قتلى في الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة خلال الشهر الماضي على الأقل جزء منهم خدم في غزة وعد ليخدم في الضفة والملاحظ أكثر أن جزء منهم إما مصابون أو جرحة كانوا في غزة كأنه نوع من التقاعد الجزئي عندما يذهبون بهم إلى الضفة فأيضا نوعية المقاتلين الموجودين غير مؤهلة تماما ربما الوحدات الأكثر شراسة والقادرة على تنفيذ عمليات هي محدودة مثل وحدة الدفدفان واليمام التي تعمل بالمناسبة في شمالية الضفة هي التركيز عليها ولكن هذه أعدادها بالمئات فلذلك بتقدير مبدأ لا يمكنهم أبدا أن يسيطروا على الضفة بهذا العدد أو يتشتعى الانتفاضة ولهذا صدرت التحذيرات العالية بالعكس هناك صريخ كبير جدا أنه في حالة غزة الآن وحالة الجبهة الشمالية لا يمكن أبدا أن نذهب إلى تفجير متعمد للوضع في الضفة ثم نجلس وننضب حظنا هذا على الأقل الكلام الإسرائيلي من خبراء أمنيين وفضلا عن محللين عسكريين بالعودة إليك نزار عبود كمالا هاريس أكدت أن أولويتها هي المحافظة على أرواح الأمريكيين لكن بعد العثور على محتجز أمريكي مقتول في غزة هل في ذلك تمييز عن موقف بايدن بشأن ما يحدث في الحقيقة ليس هناك من تمييز كان هناك حديث على أن كمالا هاريس ستجري مراجعة إذا نجحت في الانتخابات وفازت بالرئاسة الأمريكية ستجري مراجعة للعلاقة مع إسرائيل لكن تصريحاتها الأخيرة بعد اكتشاف المفقودين الستة القتلة كان واضحا بأن حماس تمثل خطرا على إسرائيل وعلى الأمريكيين على الإسرائيليين وعلى الأمريكيين ولا بد من القضاء عليها وهذا موقف واضح صريح يساير اللوبي الإسرائيلي بشكل كامل ولا لبس فيه وهي قالت أنها ستمضي في دعم إسرائيل في هذا المجال تماما كما قال بايدن بايدن قال أن حماس تشكل خطر ولا يجوز أن تبقى في بالتالي يتماهون تماما مع وجهة نظر بن يمين نتنياهو القائلة بضرورة المضي قدما في هذا الحرب حتى النهاية هذا يضع الولايات المتحدة أمام مأزخ كبير أنها هي تدعم حرب خاسرة حرب مضى عليها أحد عشر شهرة وتدخل قريبا في الشهر الثاني عشر لمدة عام وهناك عجز عن إنجازها بل أن العكس ما يحصل هو أن تصرفات الجيش الإسرائيلي والمستوطين وغيرها تصنع المقاومة هي البطش الذي يمارسونه والبطش الأعمى والتجويع وكذا يصنع مقاومة هم لا يريدونها لا يحتاجونها بالتالي هم في ورطة حقيقية ولكن طبعا الأمور تحدد في الميدان على يد المقاومين أكثر بكثير من القرارات في واشنطن أو غيرها قاسم عز الدين لماذا تنتقل الضفة من إسناد غزة إلى حرب الغوار يعني عمليا بالبداية التوفان الأقصى هو رد على محاولة تهويد الضفة إعادة احتلال الضفة لكن تبين خلال 11 شهر أن الحرب الإبادة على غزة الحرب الإبادة الأمريكية الإسرائيلية على غزة المقصود هو كل الشعب الفلسطيني وهذا ما بدأنا نراه يعني من خلال تسعير الهمجية المستوطنين والجاج الإسرائيلي والحديث مباشرة عن التهجير نهيكي يعني عن المسائل الأخرى أنه رفض مبدأ الدولة الفلسطينية أو الآخر كل ذلك يشير ويدل بشكل ملموس أن الضفة والغزة والشعب في المناطق الفلسطينية تعيش 48 جديدة يعني هو هذا المشروع المطروح على ما يتصوره الإسرائيليون أنهم قادرون على استعادة وتكرار 48 جديدة في غزة وفي الضفة الغربية لذلك استشعرت الضفة هذا الخطر خاصة أن المستوطنين كل يوم يستولون على الأراضي القرصنة الهجوم على المنازل نهيكي عن الاعتقالات والاغتصاب وكل أنواع الهمجية هذا دخول الضفة على الخط وعلى خط المقاومة هو الترابط ما بين المقاومة ما بين غزة والضفة بإطار المقاومة عبد الرحمن نصار لماذا تبدو المعالجة الأمنية الإسرائيلية قاصرة في الضفة الغربية لأن إسرائيل لا تعمل بالطريقة التي يمكن أن تعالج فيها المشكلة مع الشعب الفلسطيني يعني أعطيكي مثال فقط بهذه الحرب حتى لو قلنا أننا نريد التعايش مع الاحتلال إسرائيل نفسها تعاني من اختلال في هذا الأمر هي بالعكس عندما تذب إلى العرب وتقول أنها تريد التطبيع مع العرب كان أولى بها أن تطبع مع الفلسطينيين بداية ولكنها دائما تعمل معهم بقاعدة ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة مثال واحد في هذه الحرب قرارها بشأن العمال الفلسطينيين هي تعرف أنها تتجرع السم بهذا الأمر من جهة هي تخسر كثيرا وهذا الأمر أثر عليها ولم تستطع أن تعوض عنهم المحتلة وخوف العمال الإسرائيليين من القدوم ومن جهة أخرى هي تعرف أنه هذه النسبة الكبيرة من البطالة في صفوف العمال داخل الضفة المحتلة سوف ينتج عنها انتفاضة ولكن العناد والعقلية الإسرائيلية وليس أسباب الأمن حتى رؤساء الأجهزة الأمنية قالوا أنه لا وجلبوا إحصاءات وقالوا أنه حتى هؤلاء العمال على وجه التحديد لم يتسبب لعدد قليل جدا منهم في بعض العمليات في الداخل ولذلك منعهم مضر من يتعامل بهذه العقلية حتى في مثل هذا الملف الذي يمكن أن يعتبر جانبيا هذا بغض النظر عن رأينا كفلسطينيين أو كمحللين في شأن عمل الفلسطينيين داخل أراضي المحتلة أو في المستوطنات هذا نقاش آخر ولكن من يتعامل بهذه العقلية في مثل هذا الملف ويؤذي نفسه كيف يمكن أن يأتي بغير مقاربة ليستطيع حل أمور ما الضفة حتى السلطة فلسطينية المتعاونة معه والتي تخدمه في كثير من الملفات هو يريد إنهاءها ويريد إنهاء أي كيانية فلسطينية سواء كانت مطبعة أو غير مطبعة تحت قاعدة أن كل العرب سيئين والعرب الجيد والعرب الميت رزارة عبود كيف تؤثر تطورات الضفة وقطاع غزة على الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد هذا الشهر هناك طبعا العديد من القضايا التي ستثار في خلال هذا الشهر بقيت تسعة أيام من دورة الثامنة والسبعين في هذه الأيام متوقع أن تقدم البعثة الفلسطينية مع المجموعة العربية مشروع قرار الجمعية العامة لتفعيل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في أواصل الشهر الماضي أواصل شهر تموز يوليو السابق وفيه طبعا حول مساءة الاحتلال ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية هو قرار ملزم لدول الأعضاء والجمعية العامة هي التي طلبت إصدار هذا الرأي من محكمة العدل الدولية وأصبح ملزما للدول بالتالي كيف تطبيقه لا بد من صدور قرار عن الجمعية العامة في هذه الأيام يلزم الدول بتطبيقه وهناك إجماع كبير هناك حشد كبير على مستوى الدول في تأييد هذا القرار وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعطاء الفلسطيني حقوقهم في تقرير المصير في الضفة الغربية وغزة الأراضي التي احتلت في عام 67 بالتالي نتوقع أولا تحرك على هذا المستوى هناك أيضا رئيس وزراء سلوفينيا الذي تترأس مجلس الأمن سلوفينيا تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر هناك مناقشة حول السلام سيعقدها تركز على ثلاثة قضايا أساسية القضية الفلسطينية أحدها هناك قضية الحرب في السودان والحرب في أوكرانيا ثلاثة مواضيع وهناك اجتماع آخر سيتم في هذه أثناء الجمعية العامة على مستوى الترويكا العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية لمناقشة الموضوع الفلسطيني وبالتالي هناك ثلاثة أحداث اجتماعات رفيعة المستوى ستتم في خلال هذا الشهر ويتوقع من خلالها أن تتخذ الجمعية العامة مجموعة قرارات بشأنها الموقف الدولي واضح كله داعم للقضية الفلسطينية الأمريكيون يبدون منعزلون حتى في مجلس الأمن الدولي وليس في الجمعية العامة لأن القضية تخرج عن النطاق السيطرة وهناك خشية من تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتأثير الكبير لما يجري في الشرق الأوسط على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي وإذا حصل انفجار كبير في الشرق الأوسط سيكون الاقتصاد العالمي أول ضحايا في هذا المجال ختاما معك قاسم عز الدين ما تأثير المقاومة في الضفة على ضع ضع مشروع الاحتلال الإسرائيلي يعني الضفة هي بالنهاية قلب فلسطين قلب يعني هي الاحتلال هو الضفة غزة بدون أدنى شك يعني هي الجزء الآخر من المناطق الفلسطينية ورأينا ذلك عندما هذه حركات التحرر أو أحرار العالم التي أيدت القضية الفلسطينية وأيدت غزة الجزء الأكبر يعني بالطلاب الجامعات والفنانين والرياضيين وغير ذلك كانوا يعني متأثرين بالإبادة وقتل الأطفال من ناحية الإنسانية القسم الملتزم أو القسم السياسي الملتزم هو الذي يعني طرح موضوع فلسطين من النهر إلى البحر هذا في معانا غزة لكن مسألة الضفة يتقلب الموازين بشكل أكبر لأن الضفة هي يعني مفترض أنها لا تقع تحت الاحتلال فعندما تريد إسرائيل وكما تتجه اليوم إلى إعادة احتلالها خاصة في الدول الغربية التي تتحدث وتحدثت كثيرا يعني أنها ضد انتهاكات المستوطنين وبعض وقال أنه يفرض عقوبات على المستوطنين والمتطرفين وغير ذلك المقاومة في الضفة هي تعيد إحياء القضية الفلسطينية الأساس أن الاستعمار اليهودي الاستعمار الدولة اليهودية والاحتلال للأرض مقابل وجود الدولة الفلسطينية وهذا ما بدأنا نراه الأسبوع الماضي في جامعة غرناطة على سبيل المثال نجحت بأن فرضت على إدارة الجامعة ونحن نتحدث اليوم قبل أن يبدأ العام الدراسي وقبل أن يبدأ النشاط الفعلي في الجامعات وفي الشوارع والحركة الطلابية ومع ذلك المد هو مستمر والتواصل يعني الترابط ما بين غزة والضفة الغربية هو مد آخر يؤدي بنهاية المطاف إلى أن الفصل ما بين الاستيطان والاستعمار والاستقلال أو الفلسطين الدولة الكاملة الزملاء قاسم عز الدين عبد الرحمن النصار ونزار عبود شكرا جزيلا لكم مشاهدين التحليلية لليوم انتهت شكرا لطيب المتابعة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر